نروح لماتش النهاردة بقى ماتش النهاردة مع نادر الاتحاد فريق صعب جداً ماتش صعب جداً وفريق متميز الموسم ده بيقدم كرة كويسة قوي مع الكابتن حسام حسن والكابتن حسام حسن عارفين حتة الحمس اللي بيزراحها في اللعيبة بتاعته قبل المباريات وقبل المباريات المهمة بالذات والكابتن حسام بيلعب كرة هجومية طول المباراة يعني فيه ناس بتاخد عليه ان هو لما بيبقى كسبان ما بيعرفش يحافظ على المكسب بتاعه لانه بيفضل فتح الجيم بس هو طريقته هجومي بيحب يلعب كده طول الماتش آه عنده صغرات وعنده مشاكل في النواحي الدفعية ولكن هو بيحب يلعب كده اخر مباراة حتى شفناها قدام سبوحة هو كسبان اتنين سفر ومع ذلك فتح الجيم وبيلعب تلاتة بس وراء وبيهاجم وخسر نقطة التين بالتعادل اتنين اتنين هو كل ما تشاهده كده لو تفتكروا المباراة الاولانية مع النازي الاهلي بدأها برضو بنفس الاسلوب جي في جول فادر يلعب بنفس الاسلوب جي التاني بيلعب بنفس الاسلوب هو النهاردة بقى جاي يلاعب النازي الاهلي والنازي الاهلي بيمر بظروف صعبة حتة الاصابات حتة ماتشاتل لكل يومين حتة التعادل مع الجونة وبعدين مباراة الخسارة قدام غاز المحلة فايه الموضوع جاي في توقيت صعبة قوي هو بقى كمان بيزرع الحماس جامد قوي في اللعيبة بتاعته فالنهاردة هتبقى من البداية مباراة صعبة جدا 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 لكن احنا عندنا ثقة في اللعيبة الموجودة ان شاء الله النهاردة ان شاء الله الاهلي يعود لانصراته مرة اخرى الاهلي ان شاء الله تعود له الثقة لنفسه مرة اخرى بازن الله النهاردة لان النهاردة بازن الله هنشوف جزء من الغيابات طبعا مش كل الغيابات جزء من الغيابات زي بدر زي ايمن اشرف زي محمود كهربا وكمان محمود متولي ويمكن كمان فيه محمود وحيد فإيه؟ يمكن الشوية دول ممكن ممكن يزبطوا الكفة شوية هتقول لي اللعيبة في النادي الأهلي لازم تكون كلها زي بعض أيها طبعا أنا أقولش حاجة البدايل بتكون قريبة أو تكاد تكون قريبة من الأساسيين ولكن لما تيجي برضو حضرتك تقيم الأمور أنا لما تيجي تبص مثلا على خط الظهر أنت خط الظهر كله تقريبا كان مصاب والبدايل بتاعته إحنا بنصق فيها ولكن حتى البدايل كان بقاله فترة جدا فترة كبيرة جدا مصابة يعني سعد سمير بقاله فترة كبيرة جدا مصاب وحتى لما رجع لعب ماتشين كويسين وبعدين الصاب تاني رامي ربيعة بقاله فترة كبيرة جدا كان مصاب ولما رجع ماتش في التاني ووقف على رجله ولكن التوليفة نفسها بقالها كتير ما لعبتش مع بعض فلازم برضو مش عذر ولا مبرر بس أنا بقولك واقع موجود أن حتى خط الظهر كله بالكامل متغير وبقالهم فترة ما لعبوش مع بعض فهي بتاخد فترة حتى لما اللعيب يبتدي خرش في المستوى بتاع ماتش اتنين تلاتة اربعة تلاقيه دخل خلاص فبإذن الله رب العالمين اللي أنا طلبه اللي أنا طلبه الفترة ديت أولا من اللعيب احنا قلنا نصيحة الستوديو اللي فات إن احنا عايزين روح النادي الأهلي روح فنيلة النادي الأهلي من الحكام عايزين حقنا وبس من الجمهور لو سمحتوا لو سمحتوا إحنا لازم ندعم الفريق بتاعنا في الظروف دية لازم نبقى وراهم آه إحنا بنلتمس في بعض الأحيان أعزار ولكن ولكن إحنا في الظروف الصعبة دي اتعودنا إن جمهور النادي الأهلي بيبقى معانا أكتر ما إحنا بكسبانين فإحنا لازم كلنا مش مبررات ومش بنغمض عن الأخطاء وما بنقولش إن الفريق كان وحش ولا كان حلو لا إحنا معترفين بكل دول ولكن إحنا كلنا ورا فرقة النادي الأهلي كلنا ورا فرقة النادي الأهلي إن شاء الله لحد ما تبقى النتائج فيها استمرارية في الإيجابية بإذن الله ترجمة نانسي قنقر